اشترك في قناتنا ريوش تي في ليصلك كل جديد اولا باول ايجابيات وسلبيات الارتباط بكل برج من الامراج اكتشف ما هي حسنات وسيئات لكل برج صفاته التي تميزه عن غيره بعضها محبب وبعضها ليس كذلك هذه الصفات هي التي تشكل حياته وتقولب شخصيته وبالتالي فإن الارتباط بأي منهم حزمة متكاملة أي أنك تحصل على الإيجابيات والسلبيات فما هي حسنات وسيئات الارتباط بكل برج من الأبراج؟ برج الحمل حسنات الحمل الحمل عاشق للمغامرة وسيوفر لك حياة ممتعة طاقته معضية والكيمياء بينكما ستكون خيالية سلبيات الحمل الحمل من الأبراج التي تقص على نفسها كثيرا بشكل دائم وحين يكون في تلك الحالة سيعزل نفسه تماما وستكون أنت خارج الدائرة الخاصة به الحمل معروف بأنه لا يرد على رسائلك أو اتصالاتك لذلك عليك أن تتعلم تقبل الواقع برج الثور حسنات برج الثور هو من الأبراج القريبة إلى القلب والتي تجعلك تشعر بالأمان يوفر لك الاستقرار النفسي والعاطفي وكل ما تقوم به مع الثور يكون مثاليا أما سلبياته فهي يمر الثور بفترات إحباط كثيرة لا يقوم خلالها سوى بالاستسلام إن كنت من الأشخاص الذين لا يمكنهم التعامل مع العناد فعليك عدم الارتباط بالثور لأن عناده أسطوري برج الجوزاء حسنات برج الجوزاء لن تمر لحظة ملل واحدة مع الجوزاء هو ذكي جدا ويملك أسلوبا ساحرا في التواصل والأهم أنه يضع مشاعر وحاجات الشريك قبل مشاعره وحاجاته أما سلبياته فهي وبما أنه من الأبراج الذكية جدا فهو يمين إلى أن يعتبر نفسه أذكى منك ويقوم بين حين وآخر بجعل الشريك يشعر وكأنه أدنى منه درجة من ناحية الذكاء على الأقل كما إن الجوزاء يملك عادة الإفراط في التفكير والتحليل ما يجعله يحمل الأمور أكثر مما تحتمل كما إنه يغضب لأدفه الأسباب برج السرطان حسنات السرطان السرطان يعامل الشريك بلا باقة ولطافة واحترام ويمكنه الوثوق به بشكل أعمى سيحافظ السرطان على أسرار الشريك ولن يستغل نقاط ضعفه وسيوفر له الحماية من شرور الآخرين لكن سلبيات السرطان تشمل المزاجية بشكل يفوق الوصف ففي لحظة ما يكون في قمة السعادة وفي اللحظة الأخرى سيكون في مكان مظلم كئيب لا تحاول معرفة سبب استياءه لأنه ببساطة لن يخبرك أبدا برج الأسد حسنات الأسد مرح جدا ويتمتع بحس عالم من الفكاهة يملك القدرة على تحويل كل شيء إلى مغامرة كما إنه يتمتع بشخصية جذابة جدا وساحرة سلبيات الأسد الأسد من الأبراج التي لا تراعي مشاعر الآخرين فلا تتوقع منه أي تعاطف أو تصرفات حساسة في الواقع يمكن للأسد أن يتصرف بطريقة قاسية ومنفرة أيضا يظن بأنه محور الكون وأن الآخرين وجدوا من أجل جعله النجم الأوحد حين يقوم الأسد بجرحك فلا تتوقع منه تحمل مسؤولية أفعاله برج العذراء حسنات العذراء العذراء ألطف شخص على الإطلاق فهو سيراعي مشاعر الشريك دائما حتى حين يكون جديا فتصرفاته محببة جدا سيعامل الشريك بشكل رائع ويمكنك الاعتماد عليه دائما سلبيات العذراء حساس أكثر مما يجب وسيشكك بالنوايا دائما حين يكون في حالة نفسية سيئة لا تحاول مساعدته لأنه سيتهمك بالكثير من الأمور وستكون النتيجة مريعة للغاية برج الميزان الحسنات الميزان يملك سحره الخاص الذي وبطريقة ما يجعله ينعكس على نصفه الآخر فيكون هذا النصف أكثر حيوية وسعادة يتقن فن الغزل وسيسحرك مرة تلو الأخرى بكلامه المعصول سيئات الميزان يكره المواجهة والنزاعات وعليه حين ينزعج من أمر ما لن يقوم بمناقشته معك بل سيبعدك كليا عنه ستكون أنت كشريك في تلك المرحلة مجرد شبح بالنسبة إليه يعرف الميزان أيضا بقدرته المهولة على الاستفزاز والتي تصبح مع الوقت عادة مزعجة جدا قمج العقرب حسنات العقرب عاشق من زمن آخر التواصل معه يكون على أعمق المستويات العلاقة ستكون حافلة بالمشاعر الجياشة وستكون أنت الوحيد الذي يدخل إلى دائرة الثقة الخاصة بالعقرب وعليه فهو سيقدرك بشكل كبير السيئات العقرب من الأبراج التي تنهك من ترتبط به التشكيك الدائم حاضر وموجود والدراما ستكون العنوان العريض أي تصرف يقدم الشريك عليه سيتم تفسيره بشكل سيء للغاية وسوف يجد الشريك نفسه يبرر كل شيء طوال الوقت برج القوس حسنات برج القوس يوفر لك حياة ممتعة للغاية كل ما يقوم به القوس ممتع وجنوني علاقته بك لن تشبه أي علاقة أخرى سيحبك بأسلوبه الخاص الخارج عن المألوف وستكون الروابط بينكما عميقة وقوية سلبيات القوس مواليد القوس تثيرهم التجارب الجديدة دائما وعليه سوف تجد نفسك في معركة دائمة مع كل ما يثير اهتمامه محاولة جعل القوس يهدأ ويستقر شبه مستحيلة فهو حتى خلال علاقة الزواج يقفز من مكان إلى آخر كما إنه يرسل الكثير من الإشارات المختلطة فلا تعرف مكانتك عنده إطلاقا برج الجدي حسنات برج الجدي عندما ترتبط بالجدي فلا داع للقلق إطلاقا حول إخلاصه فهو مخلص لأقصى الحدود يمكنك الوفوق به لأنه لن يقدم يوما على خيانتك وسيجعلك تشعر بأنك مميز طوال الوقت بمناسبة أو حتى من دون مناسبة السلبيات يميل الجدي أحيانا لفرض سيطرته وقد تشعر معظم الوقت بالاختناق يحصل الجدي على ما يريده من خلال التلاعب بك أيضا والمشكلة الكبرى هنا هي أنه يقوم بالتلاعب بشكل محترف لدرجة أنك لن تدرك بأنه يقوم بذلك برج الدلو حسنات برج الدلو يفاجئ الدلو عشاقه دائما بأفكاره الخلاقة والفريدة من نوعها ويجعلهم يختبرون تجارب جديدة طوال الوقت يمكنك التصرف على سجيتك مع الدلو الذي يمنحك الحب من دون شروط أما سلبياته فيميل الدلو إلى تغليب عقله على مشاعره أحيانا لأنها تجعله يشعر بالارتباك لذلك فقد يميل للقساوة كما إنه يصبح عدائيا جدا حين يشعر بأنه يفقد السيطرة على مجريات الأمو برج الحوت حسنات برج الحوت الحوت يتفهم الشريك بشكل كامل ويراعي مشاعره سيجعلك تضحك ويكون صديقك المخلص حبه خيالي وأشبه بالروايات الرومانسية سيكون هو بطل القصة طوال حياتكما معا السلبيات برج الحوت حساس جدا ويمكن لكلمة عابرة لا أهمية لها أن تؤذي مشاعره وحين يشعر بأنه مجروح ينغلق على ذاته كليا ولن تتمكن من معرفة ما أثار غضبه الإنغلاق الدائم والمتكرر يؤسس لمشكلة أكبر وهي إنعدام التواصل الفعال بينكما ترجمة نانسي قنقر